اهلا بكم من جديد لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الوعي واليقضى في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على حفظ الأمن والاستقرار بها للحفاظ على ما حققته من مكتسبات ومنجزات وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لغضبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الشأنين المحلي والإقليمي وخلال اللقاء أكد سموه ضرورة العمل على تعزيز المكتسبات التنموية والحضارية التي حققتها مملكة البحرين والبناء عليها بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في كل القطاعات ونوها سموه إلى حرص الحكومة على دعم حركة النمو الحضاري ومواكبة كل تطور ينشده أبناء البحرين في كافة مدن وقرى المملكة وذلك من خلال مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وقال سموه أن تحقيق تطلعات المواطنين في حياة أكثر ازدهاراً هو الغاية التي تعمل الحكومة من أجلها وكلنا ثقة في الله عز وجل أننا سنحقق ما نرجوه من خير لصالح البحرين وشعبها الكريم اشتركوا في القناة